موسيقى عبارين بطلب الثانية وعملين ايه؟ تعالوا خودا نتكلم على الليسون الجديد اللي هو بيتكلم على الانترفيرنس والديفركشن ايفكرة الانترفيرنس؟ كلمة انترفيرنس بالعربي معناها تداخل يعني ايه تداخل؟ الفكرة هي ان انا بجيب اتنين اللايت بخلي تو لايتس دول او تو ويفز يعني تو لايت ويفز بيعملوا انترفيرنس تداخل يتقابلوا مع بعض وابتدت استقبل الكلام دوت على سكرينة لما استقبلتوا على سكرينة طلع لي مناطق برايت ومناطق دارك بص اللي انا بشرحه لك بقوله لك هو اللي في الرسمة دوت دا لايت دخلتوا على فتحتين الفتحة الاولانية او الليسلة الاولانية عملت لي ويف واللسلة التانية عملت لي ويف تانية بص كده هي كانت ويف واحد دي طلعت لي ويف ودي طلعت لي ويف ابتدت الويف اللي هنا تتقابل مع الويف اللي هنا هنقع تمام؟ ويمشوا مع بعض استقبلت الكلام دوت على السكرينة طلع لي مناطق bright ومناطق dark نفس الفكرة هو دخلت على اللسلت الأولاني دخلت على اللسلت الثاني ديت طلعت ويف وديت طلعت ويف تدو 2 ويف زيت قبله مع بعض استقبلت الكلام ده على السكرينة طلع لي مناطق bright ومناطق A مناطق dark طيب عندي شوية حاجات لازم تبقى عرفة أول حاجة عندي أستخدم light اللايت اللي أنا باستخدمه لازم يبقى او اسمه monochromatic light يعني ايه المونوكروماتيك لايت؟ يعني ليه single wavelength يعني أنا مثلا لما جاستخدم ديت ممكن استخدم الليزر دوت اللي ضربته في عينك استخدمه ليه؟ لأن الليزر ليه single wavelength تمام؟ فأول تركاية عند اللايت اللي أنا هستخدمه لازم يبقى monochromatic light لما قولك يعني ايه monochromatic light يعني ليه single wavelength ادي الوافلان ثاني حاجة ديت قالك هي distance between double slits D-slit سلت يعني فتحة أو شقة قدر المسافة اللي ما بينهم اسمها دي اللي هي distance between double slits بعد كده المسافة اللي ما بين double slit والسكرينة المسافة ديت تسميتها r الر هي distance between double slit and screen اخر حاجة عندي حاجة اسمها delta y دي اسمها phi range قالك هي distance between two successive phi range اللي هي delta y هنعرف الكلام دوت بالتفصيل حبيت ارسمها لك علشان نتخيلها مع بعض خطوة خطوة تخيل انا عندي light اللايت دوت داخل من اللسلت الأولاني نقف هنا السؤال اللي هيجيلي هنا ايه اول حاجة اللايت اللي أنا بستخدمه المونوكروماتيك لايت يعني ليه single wavelengths تمام؟ اللي سلت الأولاني عمل لي ايه؟ عمل لي الواف خليها لي cylindrical waves انا عندي الواف بتاعتي بتتكون من crest و trough فاكرا احنا اخدناها على نقطة crest و trough فهقول ان اللا صفر دوت هو الترف واللاحمر دوت هو crest ابتدت لايت يمشي 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 هنا ويمشي من هنا لحد ما قابل وكنت بقول لك خلي بالك ان المسافة اللي ما بين التو سلت سميتها دي ابتدى السورس الاولاني يطلع لي light والسورس التاني يطلع لي light ده ابتدى يعمل لي light او ابتدى يعمل لي wave وده ابتدى يعمل لي wave وكنت بقول لك ان التو سورس دولة سميتهم too coherent source يعني يا مستر too coherent source قلتلك لأن اللايت اللي طلع من فوق والويف اللي طلع من تحت ليهم نفس frequency ونفس amplitude ونفس phase فالتنين دول سميتهم too coherent source يعني يطلع لي two wave ليهم نفس frequency والamplitude والphase ابتدوا يمشوا 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 استقبلت الكلام ده على screen طلع لي مناطق bright ومناطق dark وانا ما كنتش فاهم ليه يا مستر طلع لي مناطق bright ومناطق dark بصوا هم ماشيين لما المسافة قلتلك برضو المسافة اللي ما بين double slit واللي screen سميتها r كريستايا تتقبل كريستايا اهو استقبل كريست مششوا مع بعض على screen طلع لي منطقة bright بص هنا لما tr Organisation مششوا مع بعض علىuir sc oeri لحد ما وصلوا بإم eliminating screen وتطلع لي bright كريست قبل كريست طلع لي bright بص هنا كريستايا قبل الترافايا كريست قبل��� مشيوا مع بعض على الاسكرينة تطلع لي منطقة دورك فبقى عندي مناطق برايت ومناطق دورك لما كريست يقبل كريست برايت لما ترافي قبل ترافي يطلع لي برايت لكن كريست قبل الترافي يطلع لي دورك تمام؟ أول واحدة السنتر برايت والسنتر دايما قلت لك رقمها 0 من السنتر التركيم لتحت نفس التركيم من فوق يعني ايه؟ يعني اقول أول استدخل أول استدخل أول попроб أول استدخل أول استدخل أول استدخل أول استدخل أول استدخل أول استدخل بعد ذلك قلت لك عندي حاجة إسمها DELTA Y الـ Delta Y قلت لك هي المسافة التي متضعين أو المسافة التي متضعين ايه ؟ DSANCE BETWEEN THE CENTER OF يعني هي المسافة اللي ما بين السنتر بتاعت اثنين بنورين واربعض على طول او هي الدستانس بتوين يعني هي المسافة اللي ما بين السنتر لتنين دارك واربعض على طول اقوانين بتاعتين قالك عندي حاجة اسمها يعني تداخل بناء التداخل البناء دوت قالك هو الانترفيرنس اللي بيطلع البرight بيحصل امتا ده بيحصل لما كريست بتقابل كريست او ترهب بتقابل ترهب يعني لما كريستي قابل كريست او ترهب قابل ترهب يعمل لبرight ине سمتهاenge تداخل البناء الهدام ي rôleيقا لما كانت كريستايا بتقابل ترهب لما كريستايا بتقابل ترهب كريستي قبل تراف قبله مع بعض يديني دورك في رنج القرانين بتاعتي كان بيقولك لو انت عايز تجيب الدلتا Y قالك هي الوافلنس تايمزل R divided D القانون دوت هكتبه لك بتلات اشكال في الامتحان لو طلب منك من القانون دوت تجيب الوافلنس هقولك الوافلنس هو دلتا Y D divided R لو من القانون دوت طلب منك الوافلنس تايمزل R divided Delta Y لو من القانون دوت طلب منك ان انت تجيب الوافلنس تايمزل R المسافة اللي ما بين الدبل سلت والسكرين هيساوي دلتا Y D divided الوافلنس كتب لك القانون باشكاله عشان ما تفكرش في الامتحان طيب تعالا بقى نيجي للشغل المهم انا اتفعت معاك ان السنتر دايما 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 بتطلع bright منوارة والسنتر رقمها بيبقى اي؟ zero لما انزل لتحت بياخد ترقيم نفس الترقيم اللي باخده من فوق يعني مثلا First dark First dark وديتها رقم one First bright First bright خدت رقم one Second dark Second dark Second bright Second bright يبقى دايما 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 بتطلع bright ولازم لما بقيه في الترقيم zero تمام؟ First dark First dark First bright First bright تمام؟ الضرق ممكن يسميها maximum سوى الضرق ممكن يسميها maximum والدرق وسسميها minimum قلتلك ان the distance between two successive في رقم one سسميها دلتا Y of the same kind المسافة ما بين اثنين successive كلمة successive يعني وراء بعض على طول يعني المسافة اللي ما بين اثنين منورين او اثنين مظلمين وراء بعض على طول بسميها delta y تعال اديك سؤال بيجي لك كتير في الامتحان قبل ده قانون قبل ما اديك القانون بس فاهمه لك الاول لو انا اديتك المسافة من هنا الهنا هل المسافة دية delta y استنى يا مستر انت كنت لسه بتقولي ان delta y هي المسافة between two successive يعني لازم يبقوا وراء بعض على طول هل دول وراء بعض على طول لا مستر مش وراء بعض على طول يعني هل ديت هل ال five millimetre ديت هل ال five millimetre ديت هي delta y لا مش هي delta y ليه علشان دولة مش successive مش وراء بعض على طول فانا عملت القانون بيقولك ايه بيقولك ان delta y equal to total distance divided in number يعني ايه مستر التوتال ديستانس اللي هو five divided in number انت عارف المسافة من هنا الهنا كم delta y ديت delta y وديت كمان delta y دي دي مسافة اتنين delta y يعني النمبر بتاعي كان بـ 2 فانا اقول five divided two هتديني 2.5 يعني الواحدة بس بـ 2.5 والتانية بـ 2.5 فانا كده طلعت قانونين للـ delta y لو هو في السؤال كان جايب لك distance و number هستخدم القانون دوت طب افرد هو بقى كان جايب لك wave length و D و R هستخدم القانون التاني عملتلك حرقة لذيذة قوي علشان ما تفكرش في الامتحان قلت باقول لك ايه لو قال لك distance between center للـ third bright 3 mm الـ center دي خلي بالك كانت bright الـ center ديت كانت bright لو جاي قال لك المسافة اللي ما بين first dark والforce dark بصك اتبتلك ايه لو المسافة من bright لbright او من dark لdark قلتلك خد الرقامين اعملهم minus يعني ايه مستر هنا الـ center بـ zero هنعملها بطريقة لذيذة قوي بص الـ center ديت هي بـ zero وbright الثرد bright الثرد ديت اللي هي التالتة وbright انا علشان اطلع النبر خد الرقم الكبير minus الصغير 3 minus 0 equal 3 على طول طب من الدارك للدارك ديت فرست دارك فرست 1 دارك دي دي فورث دارك فورث اللي هو 4 دي من دارك للدارك خد الرقم الكبير minus الصغير اللي هو 4 minus 1 equal 3 لكن بقولك ايه لو قالك distance من center للثيرد دارك او لو قلتلك المسافة من للفرست bright للفرس دارك لو المسافة من bright لدارك يعني اللي اتنم كنت بقولك ايه خد الرقمين اعملهم minus والرقم اللي يطلع شيل منه هاو تبركز معاي center رقمها 0 والcenter بتبقى للفرد دارك الثيرد اللي هو 3 ودي dark مستر دا دولا مزاي بعض بدم مزاي بعض خد الرقم الكبير اعمله minus الصغير هيطلع seri واللي يطلع minus منه all يعني هتديني 2 point 5 الحاجات دا الجرافات بتاعتي لو انا رسمت graph ما بين delta y وال wavelengths دا graph لو انا رسمت relation ما بين delta y وال r دا ما بين delta y وال d طيب السؤال بيجيلك كتير ركز معاي قوي فيه عشان الدرس دا رخم وأسئل رخمة to increase the pharynge make them more noticeable يعني ايه الكلام دوت بص هنا pharynge عاملة ازاي صغيرة طيب لو انا عايز اخلي الفيرنج ديت شكلها كبير زي ديت اعمل ايه هقول لك دا القانون بتاعي اديتك حاجة جميل قوي كنت بقول لك الحاجة اللي فوق في القانون علاقتها direct الحاجة اللي تحت inversal proportional يعني صغر او صغر d دا سؤال فانا بقول لك خلي الوافلينس increase زوده او d بتاعتك قللها صغرها او r بتاعتك زودها دي حاجة طيب يجي لك السؤال يقول لك لو انا التجربة كنت بستخدم اللون red سبت اللون red بقت استخدم اللون blue ركز كده هقول لك حاجة انا بقول لك الوافلينس لما بزود الوافلينس delta y تزيد اكبر لون في الوافلينس هو red اصغر لون في الوافلينس هو violet بص كده عملتلك حاجة جميلة قوي هتلاقي حضرتها لك في الكتاب اكبر هو red فانا لما استخدم red يديني delta y كبيرة اصغر الوافلينس فيهم هو violet فانا لو استخدمت اللون الوافلينس هيديني delta y صغيرة عموما اشهر الوافلين بيجيلك الوافلينس والبلو والجرين واليالو والريد وانا قسمتهم لك الوافلينس وانا ماشي في اتجاه الوافلينس بيزيد اخر حاجة عندي هاختم بها معاك سؤال اسمه post difference ده السؤال بيجيلك كده يجي يقول ايه يجي يقول لك هاتلي post difference للbright او يجي يقول هاتلي post difference للdark مش عايزك تفكر فيها ولا حل هلك السؤال ولا اي حاجة قلت لك خد الرقم اللي يعني لو جي سؤال قلت هاتلي post difference بتاع center الرقم 0 لو جي قال لك هات post difference بتاع first bright first bright يعني one ادي one لزقت جنبيها wave lans مش عايزك تحل مسألة ولا steps ولا اي حاجة بخطوة واحد جي قال لك هات post difference بتاع second bright second رقمها 2 ولزقت جنبيها wave lans ده لو قال bright طب لو قال dark dark قلت لك خذ الرقم اعمله minus half ولزق جنبيها wave lans سهلة قوي فانا قلت لك first dark first one شيل منه half يبقى لي half ولزق جنبيها wave lans جي قال لك هات post difference لل third bright لل third dark لل third التي هي cam series شيل منها half هيبق لك 2.5 ولزق جنبيها wave lans ده سؤال ثابت بتاع post difference حاولت اجمع لك كل الاسئلة اللي بتجي لك هنا علشان الموضوع يبقى سهل اخر حاجة معايا يبقى انا كده خلصت عندي حاجة اسمها diffraction diffraction شبه interference لو انا عندي light برضو monochromatic light المونochromatic light هيعدي من one slit بلاقي حاجة غريبة بتحصل قوي بلاقي ان light بيعمل change في direction بيتغير direction بانجل اسمها seed بقى عندي two waves يبتدوا يخش على بعض استقبل الكلام ده على سكرين يطلع لي مناطق bright ومناطق dark تمام عمل التجرمة كان اسمه Aries فقال لك انا عايز الناس دايما تفتكرني فقال لك انا هسمي الbright اللي في center دي على اسمي فسمها Aries disk السؤال الوحيد اللي كان بيجيلك في الexperiment دي بص هم دول اللسلت اللي عندي هنا المسافة قليلة جدا لكن هنا اللسلت كبيرة فيجيلك سؤال مين في دول دفراكشن سيطلع لي بالشكل دو لو انا عملت هنا دفراكشن يطلع لي بالشكل دو بعينك كده مين الاخضر والاحسن طبعا ديت فهو السؤال اللي بيجيلك كل ما بصغر حجم السلت كل ما الدفراكشن بيبقى مور نوتصابل واشوف اكتر بيقول لك ايه بيقول لك دفراكشن appears and more clear by decrease the apporter size يعني كل ما بقلل size بتاع الapporter دو كل ما بيبقى واضح لكن لو قبرت المسافة هلقى الدفراكشن بتاعي قلي اخر حاجة هقول هالك بيقول الدفراكشن والانترفيرنس شبه بعض قوي لانه هما الاتنين بيتكونوا من حاجة واحدة بيتكونوا من تداخل الضوء كده خلصت